مع فيلم فتح الأندلس وصلنا أخيرا ها هو مضيق جبل طارق يبدو واضحا من هنا منظر جميل أليس كذلك؟ لماذا سمع بمضيق جبل طارقا يا جدي؟ انظر هل ترى ذلك الجبل البعيد تجاه سبتة بالضبط؟ نعم ذلك الجبل يدعى جبل طارق وقد أخذ المضيق اسمه من اسم ذلك الجبل جبل طارق؟ لماذا سمي ذلك الجبل جبل طارق؟ الحديث يطول ولا بد أن أحدثك أولا عن بطل عربي مسلم هيا بنا نجلس هناك الحمد لله هذه المنطقة تطل على البحر الأبيض المتوسط الذي ولدت على شواطئه أهم الحضارات وهذا المضيق هو الأشهر في الدنيا فهو يربط المتوسط بالأطلسي القائد المسلم الذي أعطى هذا المضيق اسمه الذي عرف به وتمت على يديه أهم الفتحات الإسلامية كان أول من وطئت قدماه أرض الأندلس إنه طارق بن زياد أليس كذلك؟ نعم هنا في طنجة جهز ذلك البطل جيش المسلمين للجهاد لقد كان واليا عليها من قبل الأمير موسى بن نصير ولا شك أنه أطل على الأندلس من المكان الذي نطل منه الآن أثبت طارق جدارته كقائد عربي كبير في القيروان مقر موسى بن نصير الذي كان واليا على شمال إفريقيا كندا قلب شجاع لا يهب الموت أعطيت له القيادة ولم يطلبها قد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا طارق بن زياد لقد سدعت لمقابلة الأمير تفضل يا سيدي شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بك إجلس أيها القائد لقد سمعت عن بطولاتك وشجاعتك التي أظهرتها في القضاء على التمرد الأخير ضد أمير المؤمنين أنا فخور بك وأنا رهن أشارتك يا سيدي لقد فر من بقي من رؤوس الفتنة إلى الجبال ولكنهم لن يصمدوا طويلا على أي حال دعنا من هذا الأمر الآن لقد دعوتك لسبب آخر كتبت إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رسالة أخبره فيها عن أحوال الناس في الأندلس وما يلحق بهم من ظلم والضهاد أنت تعلم أن الطريق طويل وشاق وهو خطر أيضا ولكنني أثق بشجاعتك لم أجد خيرا منك لتسليم هذه الرسالة إلى قصر الخلافة في دمشق سلمها لأمير المؤمنين باليد الأرض تزغر دوحين ترى قطل الإسلام بها أغرى وتباهي الكون بجبهته إن صلى بها أو ذكرى الخيول عطشة هناك نهر قريب أمامنا أيها القائد فلنتج إلي لا لا لنبغي أن ترتاح الخيول قبل أن تشرب أنضيت سنوات طويلة وأنا أعمل كدليل في هذه الطرق الخطيرة ينبغي أن نكون على حذر فقطاء الطرق يطمعون بهذه الخيول العربية الأصيلة هيا لنتابع المسير فطريقنا طويلة هذا صحيح يا سيد لقد قطعت هذه المسافة في أربعين يوما وكنت أسير دون توفر وكم ستقول الرحلة هذه المرة لقد بدأنا بداية طيبة الأمر يرجع إلى صبركم وسرعتكم بل لعله يرجع إلى دليلنا الشيف أيها القائد لا يغرك الشيف في رأسي لقد أنضيت حياتي كلها على ظهر الخرس سوف نرى ذلك هيا بنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا اصعد لترتاح من عناء السفر وسأقوم أنا بإطعام الخير الحساء الذي أقدمه لزبائني لذيذ جدا هنيئا لكم أيها الرجال برك الله فيك هيا نأكل بسم الله ها تذكرت قل لي هل قمت بإطعام الخير يا يوسف لقد أصر الخادم على إطعامها بنفسه يا سيدي القاعدة الأولى في الحيطة والحذر أن نقوم بإطعام الخير بأنفسنا يا يوسف سأقوم بذلك حالا يا سيدي أهلا أهلا وسهلا على ما أظن الرحلة إلى الشام أليس كذلك يا سيدي سمعنا أن قطاع الطرق نشطون هذه الأيام فعلا يا سيدي لقد قاموا بنهب إحدى القوافل قبل أيام يجب أن ننتبه ونحضر إنه مضيق شديد الخطورة صدقت ربما كان هناك من يتربص بنا ألا يوجد ممر آخر؟ ربما ولكننا سنضيع وقتا طويلا لنصل إليه اسمعوني جيدا أيها رجال سنستريح عند مدخل المضيق متظاهرين بالأمان ثم نتحرك بسرعة باتجاه المضيق فإذا كان هناك من يكيد لنا قضينا عليه هيا يا رجال يجب أن نجهز الأخواس والسهام ونستعد لاستخدامها في الوقت المناسب لا يبدو أن هناك من يتربص بنا ولكن ربما كان اللصوص متخفين تماما عن الأنظار على بركة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يبدو أن عدده الكبير لا تنسفتوا بالبراء تقدموا إلى الأمام إلى الأمام لن تفلتوا من الأيدينا أخذي عليكم لن أضعك تنجو بهذه السهولة الحمد لله لم يصب أحد مننا بسر كنا على وشك الهلاك يوسف أبيك يا حفيظ استرح ستكون بخير إن شاء الله الحمد لله أنكم زالين يجب أن لا تبصر الكلام استرحي يجب أن نعود بيوسف إلى الخان ولكن مهم أن نصفي حسابنا مع اللصوص هيا أيها الضعفاء لقد تصرفتم بدون أي ذكاء وهربتم كما يهرب الفقر المزعور تتعون دائما أن بإمكانكم أن تسقطوا الطائرة وهو يحلق في السماء أخبروني ماذا أصابكم أحدهم في الأعلى فرش شميعا أيها الضعيف هنا أحدهم في الأعلى 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 حظي إنني قائد من قواد الأمير موسى بن نصير أرجو منك العناية بيوسف حتى يشفى وتسليم اللس الأسير إلى القيرمان حالا لا تجزع يا أخي العزيز إصابتك ليست خطيرة وستتعافى بسرعة بإذن الله أنا حزين لأنني لن أتمكن من إنجاز المهمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله موسيقى موسيقى مضى خمسون يوما أظن أنه بقي لنا مسيرة جوهين بإذن الله والقاء ألا تتوقعها أربعين؟ على ما أذكر قلنا إن هذا الأمر مرتبط بدليل نعم أنت محق يا ولدي أرجو أن لا أكون قد مصبت بالوهن والشيطوها الأرض تزبرد حين ترى بطل الإسلام بها عبره وتباهي الكون بجبهته إن صلى فيها أو ذكره يا طارق لا تقبل أبدا بالباطل فوقي طاره يا طارق لا تقبل أبدا بالباطل فوقي طاره قد مر علي جبابركم فتأمل خطاره عبرا فتأمل خطاره عبرا فتأمل خطاره عبرا أبي صباح الخير يا أبي صباح الخير كيف حالك يا زهراء؟ الحمد لله فيتفصل الرضيع يدوم إلى الأبد انظر يا ابنتي الأزهار تنثر شذاها الحلوة في كل مكان وأنت تنشرين البهجة في نفسي لك الشبر يا رب أحب فيك يا والدي شكرك الدائما لله عز وجل وكيف لا أشكر الخالق المبدع الذي من علينا بكل هذا الجمال نحن نتمتع بالطمانينة والسلام بعد أن دانا شمال إفريقية كله بدين الإسلام شكرا لك يا رب سيدي ما وراء النقل ماذا؟ هل حصل مكروه؟ لا حول ولا قوة إلا بيها استشهد الجندي المرافق للقائد طارق إيه لقد استقت إلى القيروان معك حق فقد طال غيابنا بإذن الله سنصل قبل العصف الأمير في المقبرة الآن يا سيدي في المقبرة؟ مساعدك يوسف أيها القائد رحمه الله الله أكبر الله اشتركوا في القناة والسلام عليك أيها القائد طارق وعليكم السلام ورحمة الله ما براءكم؟ جئنا نستودعك الله أين العزم؟ إلا الأندلس سنقوم برحلة لاستكشاف أحوال الناس أولاد إنهم يعانون شتى أنواع الظلم منذ وقت قوي وقد ازداد الظلم كثيرا في الأوينة الأخيرة أتمنى لكم النجاح في مهمتكم وأضع الله لكم بالتوفيق كان الله في عونكم وسدد خطاكم أتعلم يا عمر إن ملقة التي نقترب منها هي أكبر ميناء في الأندلس كلها وهل المدينة التي ولدت فيها قريبة من ملقة يا مسلم؟ سوي لا تقع إلى الغرب من ملقة مسلم أريد أن أسألك قد أشقر والإسبان ليس كذلك همي بخوطية وقد ولدت أشقر مثلها وهل السبب في ظلم الحكام أنهم قوطيون غرباء عن الشعب الإسباني؟ لا أعتقد ذلك يا عمر في البداية لم يكونوا ظلمين ولكن جهلهم وتعصبهم الأعمى جعلهم كذلك إن الحكم في الأندلس بعيد عن العذانة يا صديقي ترجمة نانسي قوطيون الأندلس مليئة بمثل هذه المناظر والظلم يزداد كل يوم سيحرقون نصف هؤلاء الناس على الأقل ولكن ما السبب لعداوتهم وتعذيبهم؟ إنهم ينتمون إلى المذهب الأريوثي المخالف لمذهب رجال الكنيسة وهذا سبب العداء بين فرقتين كافرتين إن الكفر ظلم العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر على طريقنا طحون وسط القياني المساعدة من صاحبها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء أيها الرجل الطيام اشتركوا في القناة مرحباً أيها الرجل الطيام هيف حالك؟ أهلاً وسهلاً هل من خدمة أقدمها لكما؟ إننا مسافران وأحببنا أن نلقي عليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا شك أنكما تشعران بالجوع والتعب الله الله سمع الله لمن حمده مضى على قدومي من شمالي أفريقية إلى هذه البلاد زمن طويل في كل يوم يزداد عدد المسلمين هنا وهذا يشكل خطراً كبيراً على حكام هذه البلاد منذ عشر سنوات عندما وطئت قدماي هذه البلاد لأول مرة وأنا أتمنى قدوم المسلمين لنشر العدل والسلام لعلها أمية صعبة المنال لا تيأس أيها العم لن يكون ذلك حلماً صعب المنال إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله كان خضب الشيء لحيتي وشعري وأمل الوحيد أن أرى تلك الأيام قبل أن أموت أتمنى لو بقيت ما معي وقتاً أطول نتمنى ذلك أيضاً أيها العم علينا أن ندرك القامل نستوجعك الله تعالي تعالي يا ويلة تعالي يا ويلة تعالي يا ويلة يا ويلة هل بإمكاننا أن نساعدكم أيها الشيخ الكبير شكراً لك يا أولي ولكن لا أحد بإمكانه مساعدتنا لقد أخذ الشدود والتي ليحرقوه في قرطبة وما السبب في ذلك؟ إنه من دين آخر وكل الفريقين متناحرين لذلك رجال الكنيسة تبيع إداء تائم معهم هذا الطريق يؤدي إلى طليطلة والطريق الآخر إلى قرطبة شكراً لك شكراً لك بإمان الله مع السلامة أخيراً عثرنا على القافلة يا مسلم ولكن يبدو أنهم تعرضوا لحادث ما هيا بنا هيا سارقوا كلما أملي قاتل الله الأشغال اشرب يا أخير من أين ذهب الوصول؟ هل تعرف؟ من هناك توجهوا إلى ذلك الجبل هيا بنا نتبعهم لقد أضعناهم هول عليك يا أخي سينالون جزاءهم العادلة بإذن الله لابد أن تكون هذه قرطبة انظر يا عمل من هؤلاء؟ لابد أنهم من رجال جقال باش قطع الطريق ينبغي أن ندخل المدينة قبل أن يحل الظلام هيا بنا ما أجمل هذه الخيول الأصيلة؟ هل يعرف أحد منكم؟ أين ذهب الرجال الذين دخلوا قبل قليل؟ إلى قصر الحاكم بتاو شكرا شكرا لك أيها الحارس المتعاون لم تصد هذه المرة يا عمر أمر لا يصدر اللصوصية في هذه البلاد تركب من قبل الحكام أنفسهم أجل مسلم ينبغي أن نبحث عن مكان النبيت فيه مسلم انظر لابد أنه قصر الحاكم تاو هيا اسمعا لا نريد بكم أسوءا نريد هذه الخيول فقط من كان شجاعا فليتقدم هيا تعالوا لا تطرفوا ولا تخافوا هل عدلتم عن أرض الخيول؟ أين تذهبون؟ هيا هاي عمر تعالوا انظر عجال وجاقال باش يخرجون من القصر أريني ترى أين يذهبون؟ فَلنا أتبعهم بسرعة هيا مسلم لنا تمهل قليلا كي لا ينتبهوا إلينا اسمع لا يمكننا مهاجمتهم إلا إذا كمان لهم وباغتناهم فجأة فكرة جهيدة هيا بنا هيا للخيبة لقد أفيتوا منا نعم ولكن لن نعود بالخفي حنين انظر اسمعي الرجل سنحاول مساعدتك إذا أخبرتنا من هو زعيمكم شاقال باش شريك تاو حاكم قرطبة أقد كان حدثنا صحيحا هكذا إذا كان من رجالي الحاكم تاو والآن سنشكو من إلى من كنت أود العودة بعد بيع البضاعة التي تركها اللصوص ولكن بعد هذه الأخبار لابد من العودة حالا هل ستواصلني السير لا سنعود أدراجنا نحن أيضا سنتوقف هنا لوداع العم إبراهيم ثم نلحق بالقافلة بعد ذلك وأنا أيضا سأرافقكما ماذا الخراب؟ ماذا حصل؟ أمك لا يصدى أمك لا يصدى دون انتتار واحد بسم الله انطلق للمعاني يا رجال عطموا الظلمة أزيروا بل أشرار قبار واربعوا السيكة وصولوا وابعتوا فينا الحياة إن لله جلودا ورجالا لا تنام كانوا للحق شهودا يتحدون الظلام إن لله جلودا ورجالا لا تنام كانوا للحق شهودا يتحدون الظلام قد أعدوا للجهاد قوة ليست تدين وكتاب الله هادي لسرايا المسلمين أيها البدر تألق وعضيقي يا سماء أقبل الفجر وأشرق ولواء الحق جاء ولواء الحق جاء أريد أن أجعل منطنجة قاعدة للانطلاق نحو الأندلس وهذه المهمة تحتاج لقائد عسكري محنم لا إلى مجرد وال للمدينة نعم أنت على حق أيها الأمير لا بد أن تتحول مدينة طنجة من ولاية عادية إلى مقر لقيادة الفتوحات الحربية إنك بحاجة إلى قائد شاب ذكي وملهم تختاره ممن تثق بهم نعم نعم أدرك ذلك من الأفضل تأجيل موضوع تعيين وال على طنجة الآن لا بد من القضاء على التمرد بشكل كامل قبل أي شيء آخر إسبانيا وطن الأمجال إسبانيا تاج الأسيان إسبانيا القوة إسبانيا نظمة تحيا إسبانيا أيها الملك ألفونسو أنت منذ هذه اللحظة ملك إسبانيا خلفا لوالدك الراحل الملك قيتشي أيها الملك إسبانيا وطن الأمجال إسبانيا تاج الأسيان إسبانيا القوة أيها الحاضرون الملك ألفونسو سيستقبل المهنئين وعلى رأسهم البطارقة والأساقفة الذين جاءوا من روما لإعلان تولي الإبن الملك في هذا اليوم كيف يتولى الحكم صبي لم يتجوز السادسة عشرك هل سيتمكر من حل المشاكل التي استفحلت في أثناء مرض والده الراحل أم أن الأوضاع ستزداد السوء إنه ليس صبيا إنه خلف لوالده ملك إسبانيا قد سمع الكلام عن الملك الجديد أيها الكون لكنك تتحدث وكأنك لن تسمع شيئا عذرا إن أذني ليست مرهبة السمع مثل أذنك إنك ماهر جدا في سماع كل ما يجري في أرويقة القصر حاكم سبتة الجميلة كونت جوليان أوه أرجو المعبرة كيف حال الكونتي ساسومينا وأنت أيضا صغيرة فلورندا ستكونين ملكة إسبانيا عما قريب أهلا بكم شكرا جزيلا كونتي تراقي أنت من الجنود المقربين في قصير طريقنا أيها الحاكم لا يسعني إلا تقديم الشكر الجزيم بعد قليل ستبدأ الليلة الخاصة للملك ألفونسو لدينا بعض الخلافات مع قادة الجيش يبدو أنهم يفطلون السياسة على القيادة تقصد القائد الإفريق على مأظم نعم ذلك السيئ عن إذنكم أيها الحاضرون هل من جديد في مشكلة متمردي الباسك إلى متى سيستمر هذا الوضع هذا لا يهم قصر الآن الاستعداد تام للذهاب على رأس حملة إلى هناك ما رأيك أيها القائد لقد ذهبت على رأس فرقة عسكرية إلى هناك وتم حصار المتمردين في منطقة جبلية وبصل خبر وفاة الملك جيتشا فكانت العودة سريعة إلى هناك عن إذنكم كون جوليان كيف حالك أيها الحاكم وأنت يا فلوريندا الجميلة هل لاحظني أنك أجمل فتاة في هذا الحظ؟ عن إذنك يا للفضاء كم هو سجع هذا الرجل وصلني اليوم خطاب من أمير المؤمنين بالشام لقد جعلني عاملا على إفريقية إنه ليسرني أن أجعلك واريا على تنجة أعلم يا طارق أنك جدير بأكثر من ذلك لأنك قائد محنق وشجاع يستحق كل تقدير تنجة أكثر من ولاية إنها مقر قيادة الفتوحات الإسلامية في بلاد الأندلس أشكرك جدا يا سيدي وأرجو من الله تعالى أن يقبلني مجاهدا في سبيله فأحاول أن أكون عند حسن ظنكم بي أيها الأمير أنا واثق بقدراتك يا طارق عليك أن تعمل على تقوية الجيش الذي سنعده في تنجة فعما قريب سنبدأ بالتحرك تجاه الأندلس هل يأذن سيدي باختيار من سيساعدني في مهمتي؟ طبعا يا طارق طبعا فلك كل الحق في اختيار قادة الجيش أيها القائد ولكن عليك الترويب لذلك فالنجاح الفتوحات يقوم على أمور هامة إن جيش المسلمين بلغ شوافئ الأطلسي بقيادة القائد عقب بالنافع منذ ثلاثين عاما ثم توقفت الفتوحات الإسلامية غربية تنجة أمام المسلمين الآن أحد الخيارين إما التقدم باتجاه الجنوب نحو واسط إفريقية أو متابعة التقدم نحو الشمال واجتياز المضيق الذي يفصل المتوسط عن الأطلسي أمير المؤمنين متردد في التحرك تجاه الشمال إنه يريد تجنب ركوب البحر ولكنني كتبت له خطابا شرحت فيه أن الأمر ليس بالخطورة التي يظنها وأنتظر جوابه بالموافقة إن شاء الله إن شاء الله سبت في قلبي وروحي سبت في قلبي وروحي لك حبي واشتياغي لك حبي واشتياغي مرحبا بقدومكم أيها الكون هل سبتة كلهم في شوق إليكم ونحن أيضا يا جيترالز لا مثيل لسبتة في العالم قاطبة بالتأكيد أيها الكون أرجو أن تكون الأمور قد صارت جيدا كل شيء على ما يرام ولكن تم العلم أن المسلمين يزيدون تعزيزاتهم في طنجة إنهم يفكرون في إسبانيا يا جيترالز ولا يريدون سبعا بأهلها هناك أمر آخر لقد وصلت رسالة من طليطنا ممن؟ من الإبنة فلوريلا إذن هيا إلى القصر آه لقد فعلها ها؟ ماذا في رسالة؟ ها؟ ها؟ لا المسكينة الصغيرة ماذا بناك؟ أرجوك هدائي لقد خلع لذريك ألفونسو عن الحكم المخاطر المخيفة وتحيط بها ولماذا تخوف على فلوريندا؟ لقد تمت خطوبة فلوريندا إلى الملك ألفونسو كما تعلم وريثما يتم الزواج التحقت بالمدرسة الملكية أخشى أن يصيبها مكروه على يد الماكر لذريك بعد أن نفى الملك ألفونسو إلى قرطوبة آه لا بد من حل لا بد من حل سترسل رسالة إلى لذريك يتم إعلامه فيها أن أمها مريضة وفي حي لم تنجح هذه الخطة فلا وسيلة إلا أن تختطف من المدرسة الملكية ينبغي أن لا يكون هناك تمييز بين فئات المجتمع ولا يجب أن تطغى إحداها على الأخرى أرى أنك تحاول أن تفهمني شيئا يا سركون إنما أنقل لكم خلاصة دراساتي في حياة الشعوب أيها الملك ثلاثة أساقفة يستأذنون للدخول أيها الملك أدخلهم إلى قاعة الاستقبال سأتي حالا هل تحتاجون المساعدة أيها الأساقفة؟ تفضلوا وهكذا بعد أن خلع لذريق ألفونس عن الحكم وقام باختطاف فلوريندا بن تلكونت أظهر امتنانه واعترافه بمساعدة الأساقفة له بعد اتخاذهم القرار بتوليه الملك ولكنه مع ذلك أخبرهم بأنه قضى لهم الدين وسدد الحساب ولكن الأساقفة حاولوا التشديد عليه حتى لا يتهاون مع الأريوثيين وأن يتابع ملاحقتهم ومعاقبتهم بأشد العقاب وأن يقتلهم ويشنقهم في الساحات العامة وعندما حاول أن يبرغ لهم بأن اعتداء الأريوثيين كان سرقة فقط منفعل الأساقفة وازداد غضبهم ولكنه قام بتهديئتهم ووعدهم بتنفيذ ما يطلبونه ومعاقبة من يعادونهم حالا لا شك أن هذا لا يعجبك أليس كذلك سركون الفرق بين الملك وبيدك كبير فالملك يحاول أن يعالج المشاكل بطريقته الخاصة المحيط الأطلسي هنا حيث وقف البطل العظيم عقبة بن نار إلى الغرب من تلك الربوة تقع مدينة طنجة حيث توقف الفتح المبارك أرجو أن يحقق الله على أيدينا الخير والعدالة للإنسانية جمعا هنا ينتهي البحر الأبيض المتوسط ويبدأ المحيط الأطلسي في آخر نقطة من إفريقيا آخر نقطة؟ أين ينتهي هذا الطريق إذن؟ إنها آخر نقطة من جهة الغرب أما إذا اتجهت جنوبا فستجد البلاد الحار هذا يعني أن ذاك الطريق يقود إلى قبائلنا وتلك البلاد وراء البحر هي لقبائل مسلم نعم إنها الأندلس الأندلس المعنويات مرتفعة جدا أيوان فائد مقر القيادة على وشك الانتهاء لا أصدق أن عملية البناء تمت بهذه السرعة سيحقق هؤلاء المجاهدون نصرا مؤزرا بذلات الله أكبر الله أكبر أتعلم؟ إنني أفكر ببناء مسجد كبير يا عمر فكرة عظيمة أيها القائد فنتحدث في ذلك مع البنائين بعد الصلاة الله نحمد الله الذي رزقنا معما كثيرا وستطعنا أن نعقد أول اجتماع لنا بمقر القيادة الجديدة بفضله وكرمه سيكون اجتماعنا القادم في المسجد الكبير بإذن الله ستبدأ حملة الفتح قريبا أيها القائد وأرى أنه لا ضير من أن نعطي الجنود فترة من الراحة ريثما يأتي إلينا أمر الخليفة ببدء الحملة إن شاء الله لا لن نخلد إلى الراحة أبدا فمن المتوقع أن يأتي الأمر ببدء حملة الفتح في أي وقت اختربوا مني جميعا ربما كان البعض منكم يعرف ما سوف أقوله لكم الآن هنا فنجة نقطة تمركزنا وهنا المحيط الأطلسي إلى الغرب وهذا هو البحر الأبيض المتوسط وهذه سبتة أقرب نقطة إلينا وهنا القيروان مقر أميرنا موسى بن نوصير وهذه هي بلاد الشام مقر الخلاف حيث يقيم أمير المؤمنين لقد انطلقت الفتوحات من الشام حتى وصلت إلى فنجة وانتظرنا لسنوات طويلة وقد حان الوقت لنتابع الفتح العظيم ونجتاز البحر نحو الأندلس وفي رأيي إن مفتاح ذلك إنما يكون باجتياز هذا المضيق هنا في هذه النقطة تماما وأرجو أن يتحقق هذا الأمر الجليل على أيدينا تعلمون أنه في العالم الآن قوتان كبيرتان قوتنا وقوة روما وبيزنطة في هذا الموقع كما ترون أميرنا موسى بن نوصير يتطلع للوصول إلى الأندلس ومنها إلى روما ثم بيزنطة من جهة ومن جهة أخرى أن يلتقي المجاهدين في سبيل الله في آسيا الصغرى الذين يحاولون فتح القسطة الطينية لسنا دعاة حرب ودمار أيها القادة إنما نبغي من هذا الفتح أن نلغي ظلم رجال الكنيسة في أوروبا وأن ننشر العدل والمساواة في هذه البلاد وخدفنا هو تبليغ دعوة الإسلام السمحة ونطلب من الله عز وجل أن يحقق ذلك على أيدينا في أنحاء الأرض كافة وعما قريب سيأتينا الخبر لبدء التحرك إن شاء الله لا يجوز للقادة أن يتعب أنفسهم هكذا يبدو أنك تنوي بناء المسجد بنفسك أيها القائد يا إلهي يا إلهي هيا هيا الله أكبر أسرع للمقاب الجنود هيا هيا أصبح الوضع لا يطاق تحولت بلادنا إلى سجن كبير الاستبداد والطغيان يتصاعدان يوما بعد يوم لذلك فررنا وحاولنا اللجوء إلى سبتة نرجو منكم أن تساعدون على الوصول إليها أيها القائل فنقدم لكم العون والمساعدة وإذا شئتم البقاء عندنا فعلى الرحب والسعر إسطانيا إسطانيا وطن الأمجال إسطانيا تاجو الأسيا إسطانيا القوة إسطانيا العظمة تحيا إسطانيا 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 أيها الملك ماذا تحمل من أخبار؟ في الليلة الماضية ألقيت قبض على ثلاثة أشخاص ملثمين ماذا تقول أيها الأحمق؟ لقد حاول الدخول إلى المدرسة الملكية وما غرضهم من ذلك؟ لم نعرف بعد أيها الملك ولكنني أعرف زيدوا الحرس حول المدرسة واستجهبوا الذين قمض عليهم لابد أن هناك من يحاول الهروم أمرك أيها الملك أيها الملك لدي خبر غير ساد لقد فرت فلوريندا من المدرسة الملكية في الليلة الماضية ماذا تقول؟ ماذا تقول أيها الأحمق؟ كيف يمكن أن يحصل مثل هذا الأمر؟ لقد أن تجدوها مهما كان الثمن استجهبوا جميع إرجعوا إلى العنف إذا اختدى الأمر هل تفهم؟ أمرك إسمع راقبوا طريقة قرطبة سنتجوا إلى الفرس حتما سبت في قلبي وروحي سبت في قلبي وروحي لك حبي واشتياقي لك حبي واشتياقي أعداد اللاجئين إلى ستة فرارا من طغيان الإذريق يزداد يوما بعد يوم إذا استمر الحال هكذا سنواجه بعض الصعوبات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء تعال أيام الصغير هذه لك شكرا لك أرا ان نفذ رسوما على كل سفينة تلجأ إلينا ما رأيكم بذلك أيها الكوند أيها الكوند لقد وصلت رسالة للتو هذه تفضل نية الإذريق تجاه خديثة جدا يا أبي لذلك سأهرب من المدرسة هذه الليلة بمساعدة بعض الرجال المخلصين لك لا تقلق سأحاول الانضمام لألفونسو في قرطبا هذه آخر حمامة من تلك التي أعطيتني إياها أرجو أن تصل إليكم ابنتك المحبة فلوريندا حان وقت تبديل الحراب لقد ظهر الفرسان المسلمون أيها الكونت وصل الفرسان المسلمون استدعوا المؤرخة سيركون بسرعة هيا طارق ابن زياد والي طنجة إنه الوالي الرابع من ذو أقبة ابن ناثل الذي يزوء سبتا تعال يا سيركون أرجو أن تكون قد ارتحت من عناء السفر الطويل نعم ولكن راحة الكبرى كانت في الفرار من قصر الإذريق دون أن أصاب بمكروه وما أخبار إسبانيا هل الأوضاع على حالها نعم يا حضرة الكونت الأوضاع هناك في غاية السن الإذريق قد جن وهو مستعد لفعل أي شيء فقد قام بسجن زميلات ابنتك مو فلوريندا في المدرسة الملكية بسجوا بهن حول هروبها إنه مجنون تماما طاغ يا إنه ليس من صنف البشر لابد من إيقاف ذلك المجنون هيا بنا الآن لنستقبر ضيوفنا هيا لن يوقف الإذريق عند حده إلا المسلمون أيها الكونت لقد كنت قبل سنوات في بلاد الشام ومصر وعرف المسلمين جيدا سوف يصل الإسلام قريبا إلى كل مكان إنه ينتشر بسرعة المسلمون على وشك التقدم باتجاه إسبانيا لقد انتظروا طويلا في طنجة ولن ينتظروا أكثر من ذلك لولا أنني أخشى أن أتهم بالخيانة لحملت المسلمين على قبار السرع من إسبانيا طارق بن زياد والي طنجة المبجن أهلا بك في سبتة شكرا لك أيها الكونت تفضل وليتفضل رجالك لا كان بكل سرور إن أيها الكونت المتعاون أرجو أن تشعوا أنكم في بلدكم وبين أهلكم لعلكم لاحظتم علم القسطنطينية مرفوعا فوق السفن إن هذه السفنة تمر من مينائنا بموجب اتفاق تجاري وهذا بالطبع ليس موجها ضد المسلمين أقدروا الوضع يا كونت على أي حال ابتداء من الآن سنرفع علم المسلمين في الميناء أيضا لنؤكد بذلك صداقتنا الدائمة لكم إن معرفتنا قديمة أيها الكونت نعم لقد حرص الولاة السابقون على وصل علاقات بيننا وبينكم نحن أيضا مستعدون ونرغب لكم النجاة والسعادة الحقيقية أيها الكونت شكرا جزيلا نحن أيضا مستعدون لخدمتكم ومساعدتكم بكل ما نملك وبأي وقت تشاء في الحقيقة أيها الكون نفكر في إرسال سرية استكشاف إلى الضفة الأخرى ولا مانع لدينا من مساعدتكم أنا موافق أيها القائد سأحمل رجالك على السفن في أي وقت تحدده لقد جاءك ضيف من القيروان يا سيدي أهلا 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 وسهلا بك كيف حال القيروان وأهلها؟ الحمد لله على ما يرام لقد أفسلني الأمير إليك خيرا إن شاء الله القائد موسى يقرئك السلام ويود الإطمئنان على الأحوال هنا في طنجا وعليه السلام ورحمة الله تفضل أخبرني يا جو هل هناك أي أخبار عن الإذن ببدء حملة الفتح؟ ما زال الأمير ينتظر آه علمتني الأيام الكثير عن طبيعة الجنود لابد لهم من العودة إلى القتال وإلا فإنهم سيترخون أحاول دائما شد عزائمهم وأحدثهم عن تلك اللحظة التي سينطلقون بها للجهاد في الأندلس هذا أملنا كلفني الأمير موسى بأن أنقل إليك موافقته على إرسال سرية استكشاف إلى الأندلس هل أنت جاد فيما تقول؟ لقد سرني ذلك فعلا سيكون هذا الأمر مبعث غبطة وسرور لجميع المجاهدين لقد وعدنا حاكم سبته أن يحمل جيوشنا على ظهر سفنه بإمكاننا إرسال السرية الآن نعم إن ذلك سيدخل السرور أيضا على قلب الأمير سبته في القلب وروحي سبته في القلب وروحي لك حبي واشتلاقي مرحبا تعال أيها المؤرخ سيركون تفضل بالجموس أنا من الذين تروق لهم صحبة المؤرخين هل تعلم؟ إلى الآن لا يوجد أي خبر عن ابنة فلورينتا يبدو أنها لم تذهب إلى ألفونس لا علينا طارق بن زياد قرر إرسال خمسمائة رجل في سرية استكشاف إلى إسبانيا سأنقلهم على ظهر مراكبي ولن نحتاج إلى مراكب إضافية ما رأيكم؟ وماذا بإمكان طارق أن يفعل بخمسمائة رجل؟ ما هي نية هذا الرجل؟ هل تعرف يا كونت؟ لا أعلم تماما صحيح أنه شاب حديث السن إلا أنه يتصرف بحكمة الشيوخ وحذرهم لقد كان قرار الأمير موسى بتوليه قيادة الجيش قرارا حكيما وهل ستذهب المراكب إلى طنجة أيها الكونت؟ أم سيأتون إلى هنا؟ لا سيكون الانطلاق من طنجة بالطبع أرغب بالمغادرة إلى طنجة مع هذه المراكب أيها الكونت؟ خيرا يا سيركون هل هناك شيء لا نعرف؟ في الحقيقة أيها الكونت أني مسلم منذ أمد بعيد إلا أنني لم أخبر مخلوقا بهذا الأمر خوفا من القتل كان الكونت يود سيركون كثيرا وعندما علم بإسلامه صارحه بحقيقة رغبته في الدخول في الإسلام فشجعه سيركون وأنطقه الشهادتين فورا ففرحا فرحا شديدا على نيلهما هذه النعمة العظيمة أربطه جيدا كم استغرقت رحلتكم؟ يومان فقط أيها القائد قذرا هناك رجل مسن يريد التحدث إليك لقد وصل مع السفن القادمة من سبتة السلام عليكم أيها القائد طارق بن زيان وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ما حالك؟ إنني قادم من إسبانيا أنا مؤرخ القصر وأدعى سيركون لقد أسلمت والحمد لله وجئت لألتحق بكم تعال يا أخي فبهذا النجاة والسعادة الحقيقية أنت الآن أخ كريم لنا أرجو أن تعتبر نفسك بين أهلك التصبح لي بمرافقتكم إلى إسبانيا أيها القائد أهلا يا أخي على الرحب والسعاد أيها المجاهدون ستبحرون إلى الأندلس بإذن الله كسرية استكشاف بقيادة القائد طريف بن مالك كونوا له خير عون نفذوا أوامره ولا تعصوه أبدا ليست هذه حملة الفتح كما تعلم أيها القائد إنكم لن تبقوا هناك سوى أيام قليلة خذوا حذركم جيدا يا رجال ساعداء أخاكم طريفا في مهمته في سبيل الله صارت إن تجاه هذه الجموع تنشر الإسلام دينا بين هذه الرجوع تحمل البشرى بخير ورجال مهمني ملأوا الآفاق عدلا وأبالا في زدي أراك تحمل الكثير من الرسائل أجل أيها الملك كلها من الجنود ولقد قمت بالاطلاع على بعضها جميعها تشير إلى اجتياز ثرقة من المسلمين البحر عن طريق سبتة وهي مؤلفة من نحو خمسمائة رجل كما يقولون ماذا تقول خمسمائة فقط؟ نعم أيها الملك هذا ما ورد حاكم سبتة ساعدهم في نقل الجنود جوليان ساعدهم يصعب فهم هذا الرجل هل من أخبار عن فلوريندا؟ ها؟ هذه رسالة من الحاكم تاو هيا خاها إنه يقول قل بسرعة لقد تم القبض على فلوريندا وهي في طريقها إلى سبتة لا أصدق أحقا ما تقول؟ نعم ويقول إنه سيأتي بها إلى طريطلة مرحلك يا تاو أحسنت إنه واحد من رجالي المخلصين الذين يعتمد عليهم هناك جبل يدعى الجبل الأبيض فيه كهوف كثيرة وهذا أضيق مكان في الخليج إنه يقع مقابل سبتة من الجهة الأخرى اسمع يا مسلم لماذا لا نتحدث مع القائد الضريف ليسمح لنا باستكشاف ذلك المكان؟ شواطئ الأندلس من ناحية الشرق عالية كالحسن أما من ناحية الغرب فهي أقل ارتفاعا هاي هل هناك أحد؟ أهلا أهلا بكم هل أنتم من المسلمين الذين عبروا الخليج بالأمس؟ لقد انتشر الخبر بسرعة مرحبا بكم تفضلوا بالدخول بماذا يمكنني أن أخدمكم؟ شكرا لك على حسن استقبالك أهلا بالمسلمين الأبطال وماذا ستقدم لنا؟ آه آه عذرا يا سيدي لقد نسيت جاهزوا الطعام بسرعة هيا لم نرأي جنديا هنا في أطراف المدينة؟ قادروا جميعا ليلة أمس يقالوا إنهم قبضوا على فتاة متنكرة تزي رجل تطلب من أصحاب القوارب أن يساعدوها في العبور إلى سبتة ها؟ إنها فلوريندا يا مسلم فلوريندا ابنة الكونت؟ نعم فلوريندا بالطبع يا فلوريندا كيف لم أنتبه لذلك؟ سأخبر الكونتشو يا نحن انتظر ستخبره فيما بعد هل تعلموا إلى أين سيأخذون الفتاة؟ سيأخذونها إلى قرطبة إنهم من رجال الحاكم تاو وستنقلوا بعد ذلك إلى طليطلة لنلحق بهم أعتقد أنهم وصلوا قرطبة إذا أردتم اللحاق بهم فعليكم أن ترابطوا على طريق طليطلة سيمرون من هناك حتما بسرعة يجب أن لا نضيع الوقت لكنكم لم تتناولوا طعامكم بعد أيها السادة أظن أن المكان مناسب من هنا ولكنه مكشوف تماما لا عليك ستسد الصخور عليهم الطريق إنها فكرة ممتازة يا مسلم إذا أتوا في الليل سنصطادهم واحدا واحدا أرجو أن تنجح هذه الخطة هيا يا رجال لنبدأ بالعمل هيا أرجو أن لا يطول انتظارنا في هذا المكان إنه موحش جدا ينبغي أن يبقى الحارس مستيقظا وإلا سيباغتوننا ونحن نيام آه إنني متعب جدا ماذا حدث؟ هل وصلوا؟ إنهم قادمون قادمون لا تصرخ سيسمعون صوتك ويكشفوا أمهلا استعدوا يجب أن نطفي النار أولا ولنأخذ مواكعنا في الحال ما هذا؟ توقفوا الطريق مسدود يبدو أنها تدحرجت فينا الأعلى هيا ساعدوني على فتح الطريق ما هذا؟ يبدو أنها أخمدت حديثا كمين لقد وقعنا في كمين تفرقوا تفرقوا شميعا استسلموا أنتم محاصرون المكاومة لن تجدي ألقوا أسلحتكم فورا لا تقاوموا لقد وقعنا في البخ أخرج من العربة واستسلم وإلا قضينا عليك أيها الحاكم تاو نعلم أنك في الداخل هيا أخرج فورا أنا من يبغضك ويبغض ملكك الإدريق أين الفتاة؟ أعلمون إذا ما تحمله العربة حسنا إذا قمتم بأي حركة سأقتل الفتاة أنا أحذركم لن أتورى عن قتل الفتاة هل تفهمون؟ لا يمكنك أن تفعل يا تاو إذا قتلتها سيقتلك الإدريق هذا إن أفلت من أيدينا أنا لا أمزح قلت لكم سأقتل الفتاة إذا ضعفك أحضر هزاني بسرعة لا تتحرش إلا ستندم قلت لك استسلم يا تاو لا فائدة من العناد لقد أفلتت أحسنتم يا رجال الحمد لله هيا اربطوا الأسرة ولنغادر هذا المكان فورا مرحبا أيها القائد أهلا بكم جئت لأشكرك على ينقاذ رجالك لابنتي هذا صنيع لن أنساه لكم طول حياتي أنتم أيضا قدمتم لنا المعونة ولن ننسى فضلكم أبدا تفضلوا إن أهالي إسبانيا أحبوا جودكم لما لمسوهم من خصالهم الكريمة إنهم ينتظرون قدوم جيش المسلمين بفارغ الصبر هذا يسرنا أيها القوم غدا سيعود القائد طريفه ورجاله وسنرى ما فعلوا هناك السلام عليكم أيها القائد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لدي أخبار سر أهلا بعودتكم سليمين بل أخبار لقد أنجزت المهمة بنجاح كما تحب وترضى أيها القائد إنها بشارة عظيمة الحمد وشكر لك يا الله كيف حالك يا عمر؟ طوب لك لقد وطئت قدماك أرض الأندلس قبله لله الحمد هيا أيتها الحمامة بلغي سلامنا إلى القيروان من هذا؟ وصل رسول الأمير موسى بن نصير يا سيدي القائد القائد مغيث الرومي هنا في فنجة يا مرحباً أيها الأخ العزيز طارق كيف حالك؟ عندي لك خبر سيعجبك لقد أتى الأمر بالتحرك لفتح الأندلس أحقاً ما تقول؟ وسيأتي الأمير موسى بن نصير بجيشه بعد يوم أو يومين لقد انتظرت هذه اللحظة أياماً طويلة سيتحقق حلمك أخيراً يا طارق ما بعد الصبر إلا الفرج لك الحمد والشكر يا رب الله أكبر من دلل في بس مع الدنيا صباح الله أكبر 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 أيها المجاهدون أرجو من الله أن يتم لنا هذا الأمر ولا يخيب رجاءنا وأن يرزقنا بفتح ونصر قريب ستقوم السفن بنقل سبعة آلاف جندي إلى الضفة أخرى من البحر وسيتم ذلك غداً مساءً إن شاء الله أيها الأبطال استمعوا إلي جيداً إنكم ذاهبون إلى الأندلس مجاهدين في سبيل الله لا غزاة طامعين والجهاد كما تعلمون هو تبليغ دين الحق للإنسانية جمعاً أنتم ذاهبون إلى الأندلس لنشر دين الله وليس لاستعباد الناس لا تقربوا من النساء والأطفال والشيوه اتركوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له لا تتعرضوا للمزارعين بسوء لا تقطعوا غصباً من شجرة ولا ترفعوا سلاحكم إلا في وجه من يرفع سلاحه ضدكم واعلموا أنه لئن يهدي الله بكم رجلاً واحداً خير لكم من حمر نعم اتقوا الله وإياكم أن تخرقوا حداً من حدود الله وأخيراً أوصيكم بطاعة قائدكم طارق بن زياد وأن تمتصلوا لأوامره امتثالاً تاماً وفقكم الله ونصركم على أعدائكم الله أكبر الله أكبر كفّل جند العقيدة جند العقيدة أقفل الله أكبر الله أكبر الله أكبر يزأر لدريق بصوته القبيح مصرحاً بعد عودته إلى تلك الجبال وهو ملك أن لا رغبة له هذه المرة بالرجوع خالياً حيث في المرة الماضية أفلت منه المتمردون في نفس المكان معلناً لبرغاز أن ذلك لا يرضيه ولكن الكهوف 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 أيها الملك شهد المتمردون أنفسهم في منطقة أخرى من الجبال وكيف عرفتم أنهم المتمردون لأن بينهم المصارع ذو القرن الواحد ماذا قلت المصارع ذو القرن الواحد ذلك الكابوس سنقطع قرنه حالاً ها نغتاز ها نغتاز أيها الملك، انت قدمت أكثر، ستكونوا في متناول سهامهم هيدا نغتاز كيف وصلوا إلى هناك أيها الضعفاء؟ بواسطة الكهوف التي تربط الجبال بعضها ببعض هذا ما قاله المتمرد الباسكي الذي قبض عليه اليوم أيها الملك أيها الملك أيها الملك المسلمون اجتازوا البحر ووصلوا إلى الشواطئ الجنوبية وبأعداد كبيرة جدا بأعداد كبيرة إسبانيا وطن الأمجال إسبانيا تاج الأسيال إسبانيا القوات ليتم العفو عن جميع المساجين الذين يرغبون في القتال تقولون إن ألفونسو جمع جنودا ويريد الالتحاق بجيش الملك سيقاتل في الصفوف حقا قولوا أيها الملك إنه سيقاتل من أجل إسبانيا ما بك يا برقاس لماذا دخلت علينا مصنعا هل لديك أخبار جديدة انضم متمردوا الباسك وقد حذروا طليطلة الآن والآن كم يصبح العدد بعد انضمامهم بعد انضمامهم سيكون العدد ستين ألفا أو أكثر وهناك من سيلتحق أيضا في الطريق أيها الملك سيكون التحرك والهجوم غدا صباحا الحمد لله الذي من علي بالحياة لأكتب عن هذه الأيام الخالدة إنه الأسبوع الثاني لاجتيازنا البحر إلى إسبانيا المدن في الجنوب استسلمت دون مقاومة وارتفعت فوق قلاعها رايات الإسلام والحمد لله وحسب ما ورد إلينا من أخبار نزل البريق بجيشه باتجاهنا بقوات كبيرة هذا الخبر أثر في المسلمين تأثيرا بالغا وأما القائد طارق فقد أرسل يطلب الإمدادات فورا من الأمير موسى بن نصير لا يمكن أن تصل الإمدادات قبل أسبوعين ونحن لا نستطيع البقاء أكثر من أسبوع واحد فقط سيدي سيدي لقد وصل رسول الأمير موسى بن نصير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هل تحمل لنا أخبارا سارة؟ أعطين سنرسل لكم خمسة آلاف رجل وسيصلون إليكم كلال أيام بإذر الله وعندها يصبح عددكم 12 ألف مقاتل سيدي وصلت آخر سفينة من طنجة لقد رست جميع السفن ونزل منها الجنود بخير وسلام تعال معي أيها القائد اسمع إني آمرك بإحراق جميع السفن لا تدع واحدة منها ماذا؟ أحرق جميع السفن؟ هل أنت جاد يا سيدي؟ نعم جاد تماما اذهب وأحرق السفر حالا اسبانيا وطن الأنجا اسبانيا تاج الأسجار اسبانيا القوة اسبانيا العظماء نحيا اسبانيا اسبانيا كان الضمن أنهم أخويا إن نصف الجيش يكفي لهزمتهم ورجوعهم أيها الجنود أيها الجنود مراكبنا تحترق هل أغرى العدو علينا؟ أيها الجنود أيها الجنود أيها المجاهدون الأبطال إن ذلك الدخان الذي فرونه هناك يتفاعد هو من سفوننا وقد أمرت بإحراقها جميعا أيها المقاتلون اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيعوا من الأيتام على مأدبة اللئام أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم وإن امتدت بكم الأيام على اتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالألذ كثيرا وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عزبانا وراضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارا وأختانا ثقة من بارتياحكم للتعان وإسماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لدريق فقاتله إن شاء الله فإن هلك فقد كفيتم أمره وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه فإنهم بعده يؤدلون أخيرا إلتقى الجيشان شرقية شاطئ نهر إشبيلية حيث سار المسلمون إلى أواسط إسبانيا مسيرة يوم واحد ووصل جيش الإدريق إلى ساحة المعركة بعد يوم من استقرار المسلمين في الساحة لن يهجموا هذه الليلة لابد أنهم متعبون ومنهقوا القوى إنهم كثيروا العدد والعتاد أيها القائد ما بك يا عمر ألم تقرأ قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وتمادى لذريق الضال بسخريته من المسلمين فكان يردد أنهم خال رؤيتهم لجنود الإسبان سيهربون إلى إفريقية فورا في مكان ثرقة الخدم وحل كثير هل يأذن كيف اذهب من هنا ولا تسألوني عن هذه الموضوعات الشخيفة مكانهم فيه وعنه كأن الإقامة دائمة هنا أيها الملك ما بك رسل طارق بن زياد يريدون مقابلتكم وكعادته القبيحة يسخر ويبين أنهم جاءوا للاستسلام والضعف بسم الله الرحمن الرحيم من قائد جيش المسلمين طارق بن زياد إلى لذريق ملك إسبانيا لذريق جاءه الحق كالكنز بين يديه لكنه متكبر متغطر إنه أحد قادة الجيش ومساعد القائد طارق بن زياد أيها الملك حسن ليقرأ ولكن بإجاز أيها الملك إن ديننا الحنيفة يأمرنا أن نخيركم إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم رد الحق ولم يقبل بالإسلام أو التسليم بالجزية فازداد ضلاله وهلاته إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم دون قتال فلن يمس الأذى أحدا منكم أو عليكم دفع الجزية وإلا فإن عن حرب كفى أخرجوا من هنا فورا وقولوا لقائدكم إذا لن أرضى أن يقابل لي إلا مستسلما الله أكبر هيا أيها الرجال قوموا إلى صلاتكم كيف سنشرب هذا الماء؟ معك حق إنه كدير جدا وما غايتهم من ذلك؟ الأمر جلي يريدون أن نموت عطشا لم يستفيدوا شيئا من تكديرهم للماء فهذا لم يثنينا عن الاستمرار في تحقيق هدفنا الأمر مريد أشعر أن هناك شيئا ما يحدث اجمع عددا من الفرسان واجتازوا النهر لمعرفة جدية الأمر في هذا اليوم حدثت بعض الأحداث التي لا تصدق كسب طارق بن زياد من خلالها فرصة لا تقدر بثمن حدث ذلك عندما بعث رجاله لتقصي السبب وراء كدر الماء كانت فرقة الخدمة التابعة للإسبان تجتاز النهر إلى الضفة الأخرى واتجهت غربا ومعها المؤونة والمتاع وبعض الشخصيات المهمة لتكون في مأمن من الخطر وبعيدا عن أرض المعركة وبحركة تكية تم تطويقها من قبل المجاهدين المسلمين واستسلموا جميعا قام الرمات على ضفة النهر بمنع أي مساعدة يمكن أن تصل إليهم وبذلك كسب جيش المسلمين الجولة منذ البداية وحازم أونة جيش الافريق وقوته فأحبطت معنوياته تماما كيف حدث هذا أيها النائم أيها المجاهدون بفضل الله تعرض الإسبان اليوم لهزيمة كبيرة بعد أن أسرنا رجالهم وحصلنا على مؤونتهم وأقواتهم لذلك سيهجمون علينا بكل قواتهم وفرسانهم المسلحين بالدروع سيعبر فرساننا النهر إلى الغرب وسيقاتلون لفترة قصيرة ثم يفرون متظاهرين بالهزيمة ويعبرون النهر عائدين وعندما يلحق بهم الإسبان ستحيق بهم الكارثة لأن دروعهم التقيلة وسهام رماتنا على الضفة الأخرى ستجعلهم يغرقون في النهر وسيكتب لنا النصر بإذن الله أكبر إسبانيا وطن الأمجال إسبانيا تاجو الأسناء أيها المخاترين أيها المخاترين هيا للقضايا عليهم هجوم أدع جنود العدو هجوم الله أكبر الله أكبر والعزة لله هجوم نسر Buffalo صنع AJ هيا وطنع هو نسر إلتفوا عليهم من الجانب العصر لا تتركوا واحدا منهم على خيط الحياة هيا تراجعوا تراجعوا لا تتركوهم إلعاقوا بهم واخو عليهم هيا يا جنود ضوار ربقوا واشبع كل الكتاب تهجزوا الخيلة ولوحفور من معالي يا ربقاء عقبوا كل أحدهم من أشهر قطاع واشبع الشيطان إنها مكيدة تراجعوا تراجعوا عقبوا كل ما أزيروا بل أشهر قطاع وارفعوا السيطة وصولوا وقعدوا فينا الحياة وهكذا ابتلع قاع النهر الجنود الإسبان مع خيولهم وخسروا خسارة فادحة لم يكن يتوقعها أحد وانتهت بذلك أول جولات المعركة بانتصار ساحق للمسلمين وأنضى العدو بقية يومه في محاولة جمع شتاف الجيش من النهر وفي ليلة اليوم الأول من المعركة قام المسلمون بحفر الأماكن لتمركز الغمات على ضفة النهر يبدو أن طارقا كان يريد إطالة مدة الحرب لكي ينهار جيش العدو الذي خسر المعونة وكثيرا من الرجال العالم كله سيضحك بعد هذه الهزيمة الساحقة اليوم الثاني حدثت اليوم بعض المناوشات إلا أن جيش العدو لم يستطع مواصلة القتال يبدو أنه لم يفق من الصدمة بعد هزيمة الأمس ابعثوا عن الأماكن غير العميقة في النهر لنأبر منها اليوم السابع استمرت المناوشات وحاول فرسان العدو عبور النهر فتصدى لهم رمات المسلمين وأرغموهم على التراجع إحساسات متباينة تنتابني اليوم يبدو أن العدو سينهزم خاصة مع ورود أنباء عن بدء تراجعه إلى أعالي النهر نحو الغرب غدا سيكون يوما حاسما بإذن الله أيها المجاهدون الأبطال يا طلائع الإيمان لقد خمتم بعمل عظيم سيظل نبراسا يضيء الطريق للأجياد القادمة لقد ألحقتموا الخسائر الفادحة في صفوف العدو بفضل الله وعنايته سبحانه وتعالى غدا سنهزمهم شر هزيمة إن شاء الله خلال الأيام الماضية أنهكت قوى المقاتلين الإسبان وأصبحوا في غاية التعب والإرهاق معنوياتهم محطمة أقواتهم قليلة وعثائمهم خائرة لذلك أريد منكم أن تخلدوا إلى النوم والراحة اليوم وغدا وبعد صلاة الفجر سننقض عليهم بسرعة ونفاجئهم سنحاول تمزيق صفوفهم وإلحاق الهزيمة النهائية بهم إن شاء الله اليوم الثامن مع طلوع الشمس والقشاع الظلام بدأ المسلمون هزومهم على العدو بعد صلاة الفجر انقضوا على الإسبان كالصقور الجارحة يتقدمهم طائلهم الشجاع طارق بلزياد باغة العدو المتعب الذي سارع أفراده لأخذ مواقعهم وتنظيم صفوفهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبر جند العقيدة أكبر طارق أكبر جند العقيدة أكبر وليا أكبر لأخذ محب لأطوار الهودة أن يتقدم الفرسار إلى العمام وأن يرجع لشهر أيها الملك أنصر فر من ساحة القتال ليس له ولا كان متوقع ذلك منه ولكنكم لا تسمعون الأوامر على كل سوف يحاسم في الصباح فرسانهم يهجمون بكل قوتهم أيها الملك بدأت الأمور تفلت من الملك الذريغ لقد نبت الفوضى في الصفوف يبدو أنها معركة خاسرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اتبا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله اكبر وصل طارق بن زياد طليطلة وفتحها وحين انقض الشتاء سار الامير موسى بن نصير باستكمال فتح الاندلس وفتح مدنا كثيرا ولم يمر بموضع الا وفتحه الله عليهما والتقى اخيرا بطارق في طليطلة بعدها تابع المسلمون الفتح العظيم بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد فبورك الأبطال المجاهدون وبوركت أمة عظيمة أنجبت أولئك القادة الغر الميامين الله اكبر الله أكبر جند العقيدة أقبل الله أكبر جند العقيدة أقبل وتهلق يا أرض أندلس لأنوار الهدى الله أكبر لم تدل في بسمع الدنيا صادى الله أكبر